هيا اعطيكم العافية تاسع بتمنى كلكم تكونوا بخير منرجع من كرر انو يا تاسع انتو مطالبين بالشغلات الرئيسية في المادة فقط لغير المرة الماضية حكينا عن الحمود عن تعريف الحمود عن قوة الحمد حكينا في بعض الحمود احنا بدنا نعرف مين الحمد القوي من الحمد الضعيف وفي مجموعة من الحمود حكينا بدنا نحفظها هلا بدي اعيد مرة تانية كيف احنا بنأين كل من الاحماد سواء كان في عنا احنا حمد قوي او حمد ضعيف اللي هو السؤال الموجود صفحة 38 مثل بمعادلات كيميائية تأين كل من الحمدين HNO3CH3COOH هلا الHNO3 هو عبارة عن حمد النتريك احنا بنعرف انو هذا الحمد هو عبارة عن حمد قوي ولانو حمد قوي فانا بدي احط سهم واحد بنحط على سهم HTO يعني بيتأين في الماء لما بيتأين يعني افصل الايونات رح يعطيني H بلاس لما تروح حي الH شو بيضل في عندي بيضل عندي شق الNO3 ماينس اذا هاي هي معادلة تأين حمد النتريك اللي هو HNO3 بيعطيني H بلاس وNO3 ماينس الحمد الثانية اللي بدي اياك تأينه اللي هو CH3COOH اللي هو حمد الاسيتيك اول معلومة انا بعرفها انه هو عبارة عن حمد ضعيف بالتالي انا بدي احط سهمين HTO لانو بيتأين في الماء حكينا بالعادة التأين معنات وانا بدي احصل على ايونات اين الH الطرفية فبتطلح هاي H بتصير H بلاس وليس H هاي شغلة بتنركز عليها شو الشقة التانية اللي بيضل عندي بيضل عندي زائد CH3COO- وهاي تأين الحمد الضعيف اللي هو CH3COOH كان فعلنا سؤال صفحة 38 انه هل هناك مواد اخرى يكون لمحاليلها المائية صفات حمدية لا يدخل عنصر الهيدروجين في تركيبها بدي من هون تعرفوا انه الجواب نعم مش شرط يدخل عنصر الهيدروجين في تركيب بعض المواد ومن الامثلة على ذلك غاز ثاني اكسيدي الكربون اللي هو CO2 لاحظوا بالمعادلة الاولى المعادلة هاي ما بدي اياها بالمعادلة الاولى تفاعل غاز ثاني اكسيدي الكربون مع الماء مع الماء واعطاني حمد الكربونيك يعني نتيجة تفاعل غاز ثاني اكسيدي الكربون مع الماء اعطاني حمد الكربونيك ال H2CO3 هو عبارة عن حمد ضعيف فلما بده يتأين رح يعطيني H1 وهاي معادلة التأيون انا بتهمني يعني لو جبتلك انا اين الاحماض الاتية وكان عندك الحمد H2CO3 بدك تعرف انه هذا الحمد ضعيف ورح ناينه هلا مع بعض ايجو السؤال بدنا ناين هذا الحمد اللي هو H2CO3 اول معلومة بدك تعرفها انه هذا العبارة عن حمد ضعيف يعني بدك تضيفه للخانة اللي بدك تحفظها من الاحماض الضعيفة لما بتأينها بحط انا سهمين ليش سهمين لانه حمد ضعيف على السهمين بدنا نحط احنا H2O التأيون يعني رح يعطيني ايونات رح يعطيني H1 دي انا شرطي الاساسي سريع انه يعطيني H1 فلما بيعطيني H1 هايها H plus من ال H2 راحة H شو بيضل عندك بيضل HCO3 صح ولا لا وشو رح تكون اشارتها رح تكون اشارتها ماينس 1 كيف يعرفنا ماينس 1 اطلعلي على الحمد اللي هو H2CO3 شو الشحنة فوقية الشحنة صفر هلأ بالرياضيات عشان يكون مجموع الاعداد صفر يعني دي يكون مثلا موجب 2 وسالب 2 موجب 3 سالب 3 موجب 1 سالب 1 طب اذا كانت ال H شحنتها موجب 1 الشق التاني شو بده تكون شحنته بده تكون سالب 1 انا بهمني تأيون الحمد الضعيف لما بيحتوي على اكثر من H يا تاسع اذا من هون بدي اياك تعرف انه H2CO3 هو عبارة عن حمد ضعيف وفي عندي مواد مش شرط يدخل فيها عنصر الهايدروجين في تركيبها عشان تكون هي حمد من صفحة 39 بهمني تعرف انه محلول CO2 ممكن اجيب لك يا هضع دائرة احد المحلين اللي الاتي يعد محلول حمدي فبدك تعرف محلول ثاني اكسيد الكربون رغم انه ما في هيدروجينات لكن يعتبر هو حمدي ليش بيغير ورقة تباع الشمس من الازرق للونها الاحمر لانه هو محلول حمدي واخر اشي بدي اياك تعرف انه اكسيد اللافل الزات تعتبر حمضية والحمد هو عبارة عن مادة تتأين في الماء وينتج عن تأيونها ايون ال H plus الموجب وايون اخر سالب ايون الهايدروجين وليس عنصر الهايدروجين ايون الهايدروجين الدرس الجديد اللي رح نبلش فيه هو القواعد هلأ الحمود والقواعد هم شغلتين تقريبا خلينا ناخد انه عكس بعض من ناحية التأيون انه الحمد بيعطيني ايون موجب اللي هو ال H plus اما القاعدة رح تعطيني ايون سالب اللي هو ايون الهايدروجين فاول اي شي بدنا نتعرف احنا على تعريف القواعد القواعد هي عبارة عن مواد بالدوب في الماء وبتنتج عن تأيونها ايون الهايدروجين اللي هو ال H minus وايون اخر موجب اذا نشرت الاساسي انه لما بده تتأيين القواعد تعطيني ايون الهايدروجين ورمز ايون الهايدروجين اللي هو ال H minus فاذا اعطتني ايون ال H minus رح تعطيني برضو ايون تاني اللي هو ايون موجب موسيقى